بالله عليش خليوا العباية تسمع الكلامة متاعكم وتوصل للفكرة وسي يا شي زمال خليتوه حتى فكرة وبعدها نرجع لك بالحق شنين القوانين اللي عملتوها في مقامة الهجرة هو واضح وقت الدولة تضعف وقت نخرجوا على الشرعية وقت نخرجوا على المصار الديمقراطي الدول الأخرى ترعى مصالحها وتحاول باش تحصل المكاسب واليوم إيطاليا في الموقع متاعها رغم اللي مراعدش اللي هي الشريكة الأول لتونس اليوم اقتصاديا وأنه عنا 250 ألف تقريب تونسي يعيشوا في إيطاليا هذا يكون مراعتوش واستغلت الضعف التونسي ينجم يكون من 2017 لليوم الضعف الدبلوماسي والضعف الصف الداخلي وقتنشتت وكل باش حصلت مكاسب أكثر وعملت الهجرة القصرية ذي مش هذا السؤال سؤال اليوم كيفاش مش نحلو مشكلة الهجرة اليوم ماشين في حل الاستسهال علاش صيد رئيس الجمهورية يقول يهو عنده الصلاة الكل ما يخلقش حل عن الكفاءات الي نجموا يخلقوا حل احنا في حركة عازيمون نقترحوا انشاء وكالة وطنية للهجرة نكونوا فيها الشباب التونسي خاصة نروكين التوينسا في التصنيف في دول شمال إفريقيا وفي الشرق الأوسط يصنفين رقم ثلاثة بالكمبيتونس تكنولوجيك بعد الإمارات وإسرائيل جي تونس خلينا نحية مشكلة البلاد هذية ما تقوليش عن سينك لخي لا احنا هذية خط تحريري في الاسطين المحتلة مثلا لا لا ذي محتلة دخل الخط التحريري بتاع ديوان الفهم خط تعمع برنامج والحط الخط التحريري ناسي وعلى كلمة هذية لا تذكر على كل حال تونس مصنفة ثالثة في الكمبيتونس تكنولوجيك عليش ما استغلوش شيء ذي اليوم فما طلبات في الدول الأوروبية في ألمانيا وفي غيرها عنده يحبوا اليد العام للمهرة احنا نكونوهم اي ويمشيوا بقدرهم اليوم مع الاسف التونس اللي يحب يغو فيزا يتمرمت والتونس اللي يحب يحرق زادة ويمشي يخدم بالهجرة مع الاسف ساسعيف مع الاسف انت قريب من رجل غانوش من حركة النظم يسير جاوبني انت معناه عليش التهديد بعد خمس وعشرين جويل كنوا واحد يركب عنا حكيوه على هجرة واحد يركب على المركب هذا يبش يعملوش لذي تصريحات الراجل يهدد قالوا حتى امكانية تنامي الارهاب مرينيش ارهاب بالكل والمس من استقرار تونس مرينيش استقراره لا ودافع المواطنين لمغادرة البلاد بايش شكل من الاشكال صحيح العادية تغادروا لكن خمسمائة الف تونسي الهجرة معناها في وقت قصير جدا بتراشب انه هذا ايضا ركوب على الاحداث بعد ما صار في خمس وعشرين جويل الفين وحد عشرين هل هي حكومة المشيشي اللي اختاروا رئيس الجمهورية هل هي حكومة الفخفاخ اللي اختاروا رئيس الجمهورية هل هي حكومة يوصف الشهد هل هي حكومة مهدي جمعة اللي جابوا التوافق الوطني انه الحكومة اللي كلهم ابعادها بديهم اللول انا بديت بالناس اللي جاءوا اسقطوا اسقطا لان الناس المتخبين حكمه عام قتلوا لهم شكري بالعيد وخرجوهم حكمه خمس شهور الحكومة ثانية قتلوا لها البراعمي وخرجوهم ولليوم واليوم الناس هذا سمحك كان فما لا يسمى بحكومات ذل وكان فما تأثير رئيسة لحركة النهضة في تعيين واللات في تعديل التمثيل في تعديل كذا اسأل عليه حركة النهضة لا قلت انت ساحبك اصحابك اصدقائك انا ما قلت صاحبك لا اصدقائك انا ما عندي حتى مشكلة اي انا ما اسميش بن علي دونك ما عنديش عداوة مع حركة النهضة وما اسميش الناس طوا اللي يتفكر بمنطقة ذوكم يمشيوا على رواحهم مش عارفوين يمشيوا معنا كثير انتخابات من حقنا عنا بتاقي تعريف حمرة نترشحوا معاكم يا توانسة واحنا مناش توانسة مش فهم معنا ثم خطاب المفروض حتى نيدا تونس كمونتخب سيف مرحبين فالله حتى نشكر اما نيدا تونس ليومثل الثورة ليومثل الثورة كمونتخب وفي الزمن نيدا تونس يعني اشتاو نقاط نقسم وليمثل الثورة ليه مهم جدا وقت اللي بش نحكيه على موقف من الهجرة معناه بش تاقف انتي تمثل الثورة حولفائكم ليه سمحني حولفائكم نبيل قروي والنهضة كونه مثل الثورة اللي يحكم المشيشي معناه